السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. في الحلقة دي هنعمل مراجعة بسيطة وسهلة لكتاب R for Data Science. الكتاب دون عشان معوتش يعني اتكلم بكتير فيه دا اهم كتاب انا قريته في حياتي حرفيا بتعامل مع ال R. لان اللي كاتبه حد متميز جدا في الكومينت بتاع ال R وهو الفرست اسر بتاع الكتاب دون اللي هو هادلي ويكم. هنتكلم على الكتاب هنتكلم على هادلي ويكم هنقول الكتاب ليه مميز اللي انت محتاج تعرفه في الكتاب كل حاجة هنعرفها بس خلنا يمشي واحدة واحدة. الكتاب ده مميز لان هو بيتعامل مع ال R as data science يعني انت هتعرف كل ال community او كل بتاعت ال data science لما يكون معك data من اول الولا حاجة لحد انك ازاي تشير ال data دي او تشير ال analysis ده مع ال community بتاعك. يعني انا معرفش اي حاجة خالص. هعمل كل الخطوات اللي ممكن تتعامل في ال data وبعد كده تشير الحاجة دي مع بتاعك. يعني من ال الف حرفيا من ال الف ده اكتر كتاب لاي لغة برمجة انا شفته بتعامل مع الموضوع من الولا حاجة لحد ودي نقطة مهمة ومميزة جدا في الكتاب دون. وده السبب بسيط ان اللي كاتب الكتاب ده او الفرست اسر بتاع الكتاب ده هو هادلي ويكم هادلي ويكم هو من الناس المميزة جدا في ال community بتاع الار ما فيش حد في ال community بتاع الار ما يعرفش هادلي ويكم معرفش اضافات هادلي ويكم هادلي ويكم عمل اكتر من خمسة وعشرين باكتش في الار عمل اكتر من ست كتب يعني حد تقيل جدا يتميز ال 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 ان هو بيتعامل مع ال data بشكل سهل وبسيط تخلى الموضوع سلس جدا سريع وبسيط ومور فان ده هو كاتب كده او هو ده المعروف عن هادلي ويكم situation اه زي ما قلت هو عنده اكتر من اا للا مبدأين هو اه موجود في الار ستوديو شغال في الار ستوديو موجود في اكتر من جامعة اه كاااااا كاااا استاذ مساعد وعمل اكتر من اوالي العمل اكتر من الكتاب عنده كتاب بتاع عرف وดير الصينغز احنا معانا عمل اصبع اسمه جي جي بلوت عمال كتاب اسمه ادفانسد ار عمل كتاب اسمه revealed. وفي كتاب حاليان هو بيعمله اسمه ماسترينج تشايني ده برضو كتاب لطيفه هو بيعمله لسه لسه منزلش ولكن هو منعدت ان هو بيه لما بيكتب كتاب بيشيره الاول وبعدك كده بيتطبع فيما بعد يعني. هو عمل اكتر من فقط عمل جي جي بلوت الناس اللي متابعة معي فكورس الر. هذه هي اهم الكتاب للالتا تقريبا في كلها. كلها من اول للاخر في البيسون في اي لغة برماجة دي اهم بتعملت. واكتر بتطلع بلوت لطيفة واكتر بقيت المعتمدة عليها. عمل اللي هي بتعمل واخدناها في الكورس بتاع الار لو انت مش عارف. عمل اللي هي بتعمل تايدينج للداتا واخدناها في الكورس بتاع الار بتاعنا لو انت مش عارف تقدر تروح تشوفها. عمل عمل حاجة اسمها اللي هي اللي بتقدر انت عن طريقها تقدر تقرأ بتاعتك اللي احنا كلنا بنستخدمها في عامل حاجة كترة جدا يعني شخص اضاف في في فيكفي ان انا اقول لك ان ده عامل كتاب فانت تروح للكتاب تشوف وتعرف ان الكتاب جامل ده رقم واحد. طب الكتاب في ايه? الكتاب في اه او فايف بارت اول بارت بيتكلم عن ازاي تعمل لالداتا بتاعتك. تاني بارت عامل اللي هنتكلم عليه. تالت بارت بيتكلم عن رابع بارت بيتكلم عن خامس بارت بيتكلم عن زي ما انت شايف كده في الاول خالص في لو بنا بجينا نبص هو بيتعامل مع الموضوع ازاي? هو بيقول لك خطوات الانالسل لايه داتا هو ان انت بتعمل بتاعتك بعد كيه بتعمل بتاعتك بتنظم بتاعتك وبعد كيه بتخش على مرحلة اللي هي بيقى فيها ترانسفورم فيجولايز. وبعد ما بتخلص الليلة دي كلها بتروح تشاير الحاجة بتاعتك مع بتاعك. كل ده الكتاب بيتكلم عنه من الاول الى الاخر. تعال انا استكشف اللي موجودة في الاكسبلور. انا عندي اول شابتر بتكلم على الديتا فيجولايزيشن. الديتا فيجولايزيشن وز جي جي بلوت. جي جي بلوت احنا قلنا بتعمل بتعمل فالكتاب هيبدأ يديك نظر عامة على جي جي بلوت. ازاي تعمل ده رقم واحد. تاني آآ تاني آآ تشابتر بتكلم عن الورك فلو بايزيكس. في كام شابتر كده انت مش هتخده من الحاجات اللي هي ما بين الشابتر والشابتر. بس خلين خش على شابتر التلاتة هاقول لك هو بيعمل ايه في الشابتر ده. الديتا ترانسفورم وز بلاير. ازاي تعمل ديتا مينوبيليشن بالباكيج اللي هي اسمها دي بلاير. ازاي يكون معاك داتا كبيرة جدا تخليها في آآ آآ ديتا فريم صغيرة. ازاي تفلطر الديتا بتاعتك. ازاي تعمل للديتا بتاعتك. وهكزا. كل ده بتعرفه في الديتا ترانسفورم وز آآ دي بلاير اهو. احنا الكلام ده واخدينه في في الكورس بتاعنا. آآ بعد كده بيتكلم على التحليل الاستكشافي. ازاي تستكشف الداتا بتاعتك. الداتا لسه جاية لك. مش عارف فيها اي حاجة. ازاي تعرف معالم الداتا بتاعتك. ازاي تعرف آآ النظرة الاولية على الداتا بتاعتك. التحليل الاستكشافي. زي ما انت شاف آآ بيكلم واركود. الراجل مش بيكود بس. نقطة مهمة. آآ 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 تاني بعد كده هتلاقي بعد آآ الشابتر دوا هتلاقي بعد كده هيخلص البرت ده. البرت رقم اتنين برت مهم جدا. ازاي تعمل آآ التابل او النيو تابل وز آر اللي هي بيعملها مع باكر اسمها تابل. آآ دي ده شابتر مش مهمة قوي ولكن ممكن تركي نظرة عليه. آآ ازاي هنا بقى هنا ازاي تريد الدياتا بتاعتك في الار. كل طرق الريدز موجودة في اللي هي اسمها الريدر. ازاي يبقى معك اي فايل من اي نوع وتقرأه. اتشقلب وقرأه. هو يعني هو بيتعامل مع الشابتر ده على هذا الاساس. ازاي تقرأ بتاعتك. الدياتا بتاعتك عالكمبيوتر. ازاي تدخلها في ار. ازاي بتاعتك بالتكست فورمات. سي اس في فورمات. سي اس في دي الشابتر رقم تمانية. شابتر رقم تسعة. ازاي تنظم بتاعتك. ما ينفعش تشتغل على اي داتا الى لما تكون منظمة الى لما تكون مرتبة. في الشابتر دوا هو بيقول لك ازاي ترتب بتاعتك. ازاي تنظم بتاعتك عشان تبدأ تاخد اي عليها. وبنان عليه دي نقطة مهمة جدا. آآ ودي برضو كورس احنا اخدناه في الكورس بتاع الار. اه الريليشنال داتا. انت مش دايما لما تشتغل على الدياتا بيكون معاك تيبل واحد بس. بيكون معاك واحدة بس. ممكن يكون معاك او اتنين او تلاتة او اربعة. ازاي تتعامل معهم على انهم واحد? ازاي تجمع ما بينهم? ازاي تعمل ما بينهم? ودي نقطة مهمة جدا. لان انت مش مش بتجمع ما بينهم بمعنى الحرف للجامعة. انت بتمرج. والمرج دوا لازم يكون بشكل صحيح. فعملت شابتر كامل عن الريليشنال ديتا لان النقطة دي مهمة جدا. آآ باكزامبلز كثيرة جدا طبعا. وبعد كده هتلاقيه بيتكلم على السترينجز. السترينجز بالمناسبة دي ان ايه? آآ سترينجز. البروتين سترينجز. عشان برضو نبقى فاهمين. السترينجز اللي هو الكلام المكتوب اللي هو هورهولك دلوقتي. آآ باكز اسمها سترينج. سترينج دي من سهلة جدا انت تتعامل معها آآ مع السترينجز لان هي عندها ميزة مميزة جدا ان اي بداية فونكشن فيها اسمها استر. استر يعني استرينج. استر بقى اي حاجة. فانت ممكن تعمل استر زي ما هو عامل هنا كده بص زي ما هموريك كده انت هتكتب هيتهرق كل بتاعة زي ما نشايف هنا هو. بيتعامل مع تقريبا انواع كثيرة جدا من بعد كده هتلاقي ان هو بيتكلم على خلينا نمشي من حيط الفكتوريز. آآ الناس اللي هي بتتعامل معها ال time series او ال date وال time series ازاي بتاعتك اللي هي يعني مسلا فور اكزامبل من الحاجات ديا ان هو كورونا مسلا اللي احنا عايشين فيه دي الوقت دا اه ازاي الكيرف يطالع او نازل على مدار الوقت يعني مسلا في شهر واحد كان الاعداد كزا شهر اتنين كانت كزا شهر اتنين كانت كزا شهر كانت كزا وهكزا الكيرف اللي هو بيطالع نازل ده ده ال time و ال dates ازاي تتعامل معهم عمل شفتر كامل عن ال time و ال dates عشان تقدر تستكشف ال data بتاعتك بشكل او باخر او تعمل مع ال data بتاعتك آآ من النوعية دي او النوعية دي من ال data. آآ حاجة تالتة وهي ال program دي اخر حاجة هتكلم عليها. ال program هو كل الكلام اللي هو عمال يتكلم في ال import وال و transform and visualize and communication. هنا بيشرح حاجات مختلفة شوية عن اللي فات. هنا بيشرح بتعامل مع ال as a programming language. بيشرح ايه بقى? بيشرح ال functions. بيشرح ال loops. بيشرح ايه تاني. بيشرح حاجة اسمها اللي هي المفروض اللي هي العلامة هوريك اللي هي العلامة دي. الناس اللي معي برضو في كورس الار احنا درسنا البتاعة دي وعرفنا بتعمل ايه? ازاي تسهل التعامل معك بتاعك مع ال R. ميسيد الكتاب دوا بخلاف كل المعلومات القيمة اللي فيه. طبعا بعد كده يتكلم عن الموديلينج والكومينيكيشنز. ان الكتاب دوا بتعامل مع ابروتش جديد في ال R اسمه تايدي ابروتش. ازاي تانالايزي داتا بشكل منظم. ده ابروتش من الناس الرائدة في هادلي ويكام. وكل خلال الفترات اللي فاتت والفترات اللي جاية قدام هتتعامل مع ال ابروتش ده. واحسن كتاب يعلمك بتاع التايدي ابروتش هو الكتاب ده. لان احد روادي التايدي ابروتش في ال R هو هادلي ويكام. فالكتاب ده مهم جدا لو عايز تمسترنج ال R لو ما تعافش اي حاجة في ال R وعايز تتقنها بشكل جزئي ازا او ازا بروجرام لازم تعدي على الكتاب ده يعني ما تسيبوش ما تسيبش كلمة فيه حرفيا كل كلمة في الكتاب ده هتحتاجها وكل كلمة في الكتاب ده مهمة ولذلك انا برشح اني لاي حد قدامه ست شهور فاضيين يقعد عالكتاب ده يخلصوا ما يسيبش كلمة فيه ده الكتاب الوحيد اللي انا هقول لك ما تسيبش كلمة فيه حرفيا مش تاخد اللي انت عايزه وسيب اللي انت مش عايزه لا الكتاب ده كل كلمة فيه انت هتحتاجها هاسيب لكم لينك الكتاب في ديسكريبشن اتمنى تبدأوا تقرؤوا في الكتاب وتشوفوا قد ايه لغته بسيطة وسهلة وال R سهلة وبسيطة جدا معاه لان اللي عامله او الفرست اوصل بتاعه هو هادلوي كام طبعا عشان ما ما نبقسش حق الساكند اوصل هو برضو اه ديتا ساينتست ولو اه تقريبا كتاب تاني غير الكتاب دو اه واسهمات الكتابين بشكل عام او الشخصيين بشكل عام في الكتاب مهمة جدا ولذلك اتمنى انك تقدر تسفيد من الكتاب دو لان انا فعلا يعني تقريبا معظم الكتاب ده انا خلصته لانهو ممتع جدا وسهل جدا وهيخليك تماسترنج الديتا والر بالذات بشكل عام والديتا بشكل خاص فاتمنى ان انت تقدر تسفيد من الكتاب دوان ما تزهقش لان الكتاب ما يزهقش اصلا يعني الكتاب من سهولته وجماله هتحس ان انت بتتعامل مع حاجة يعني بسيطة جدا فانت مش محتاج ان انت تبزل موجود كبير قوي فيها وفي نفس الوقت ده مش معنى انت ما تبزلش موجود خالص فركز في الكتاب دوان لو انت مهتم انك تتعلم الار فور ديتا ساينز الكتاب هيفيدك في كل تعاملاتك ايا كان المجال اللي انت هتطبق الار في باي انفورماتيكس اا بابليك هيلز ديتا فيجولايزيشن ديتا اناليسز اا اي اي مجال انت حيب تطبق في الار هتحتاج الكتاب دوان وهتحتاج اللي موجود في الكتاب دوان شكرا شوفكم الحلقة الجاية وسلام عليكم